خلينا بقى نروح للحالات حالات النهاردة خلينا نبدأ بيك يا أحمد ونروح نشوف الحالات اللي عايز تتكلم فيها النهاردة فيما يخص هذا الفريق ودايما زي ما بقول لحضراتكم وإحنا بنتكلم بنحاول دايما نوضح أهم نقاط القوة وأهم نقاط الضعف اللي موجودة في هذا الفريق أول حاجة معنات التشكيل التشكيل طبعا المتوقع للفرقة هم دايما بيلعبوا بيال 4-3-3 بيلعبوا بيال 4-3-3 دي طريقة اللعب المعتادة حتى لعبوا بيها في المباراة الأولى بعض الناس بتشوفها 4-1-4-1 بس كان فيه ناس غايبة في المباراة الأولى لا لا كان نفس التشكيل اللي كانوا بيلعبوا فيها في البطولة يعني أول حاجة في حراسة المارما ويفرتون وده أنا أعلم عليه دايرة أنه هو واحد من نجوم الفرقة وعنده سرعة رد فعل رهيبة الاتنين المساكين هو اللي بيلعب بيمين جوستافو جوميز ده مميز أوي في تحضير الهجمة من وراء جوستافو جوميز لوان نعمل عليه دايرة أنه هو صغرة نقطة الضعف عندهم في خط الدفاع لوان سهل هو أن أنت تعمل تمريرات طولية من وراء اللي هو رقم 13 اللي عليه الدايرة البيضة دي سهل جدا أن أنت تعمل تمريرات طولية من وراء وحتى على مستوى الاتحامات الهوائية مش قوي زي جوستافو جوميز لأنه اللعب خبره أوي جوستافو جوميز الباكليفت لسه متكلمين عليه مات ياس فينا واحد من الباكات المميز على المستوى الهجومي ومستوى الدفاعي ماركوس روشا باكي مين مميز جدا على المستوى الهجومي لكن على المستوى الدفاعي يعني علامة استفهام خاصة الجابها دي تحديدا نقدر نستغلها بكرة المساحات الموجودة ما بين لوان وما بين ماركوس روشا نيجل دانييلو دانييلو هو الارتكاز الدفاعي عنده 19 سنة بيرجع يعمل كارة استطارة دفاعية أو ارتكاز دفاعي قدام الاثنين المساكين سكين نيجي للاتنين الارتكاء او الاتنين المسندين بتوقعه زي رفايل رقم تمانية ورافايل فيجا رقم تلاتة وعشرين دول الاتنين الارتكاز نيجي ليه التلاتة اللي قدام روني اللي هو رقم حداشر اهم لاعب في الفرقة نيجي الجابر المونينو الجناح اليمين ودايما عمل جابها يمين قوية جدا سواء جابر المونينو او ماركوس روشا في العرضيات عشان كده لو بدأ ايمن اشرف هيديك برضو صلابة دفعية عشان كده حداك لم يسألتني هل الغيابات هتأثر اعتقد برضو وجود لو ايمن اشرف بدأ برضو هيديك صلابة دفعية قدام لويس ادريانو المهاجم مهاجم الميلا وسبارتك موسكو وشختار الاوكراني واحد من المهاجمين الخبرات وكان بيلعب لما حضركوا كنتم متواجدين في بطولة الفين وخمسة وسجل فينا هدف في مبارات اتنين واحد لما كانت ضربة روكنية في التالت والرابع عندهم جملة بس كده في البداية في تحضير الهجمة عايزين نوصفها على الخريطة هم دايما في بناء الهجمة ويفرتون بييجي كده بيحضر الهجمة حارس المرمى لي جوستافو جوميز تمام بييجي مين اللي بيسقط زي رفائل ده اللي هو رقم تمانية اللي قدامنا على الشاشة اهو بينزل يسقط نحية الشمال نحية الجبهة الشمال في الحتة دي بالزبط هي دي بالزبط في الحتة دي فزي رفائل بيسقط هنا عشان يستلم ومات ياس فينا اللي هو الباكليفت بيقوم طاير لقدام اذا انت لما تعمل ضغط في الجبهة اليسرى عليهم يعني المهاجم لو ضغط في الحتة دي تحديدا اعتقد ان هو اي حد بدأ سواء محمد شريف سواء اي حد يعني وولتر بوالية لازم يضغط نحية الشمال نحية الجبهة اليسرى بتاعتهم ليه لان انت بتمنع البلد قب بتاعهم من الجبهة دي تحديدا زي رفائل ده لو بدأنا سواء محمد مجدي افشا سواء اي حد يعني بدون ذكر اسمها محمد مجدي او قاليو ديانج اي حد يعني في الحتة دي لازم يروح معها زي رفائل لان هو اللي بينزل يستلم وبعد كده بينزل لويس ادريانو هو المهاجم التارجت اللي بيحضروا عليه وروني بيروح قاطع في العمق يعني لويس ادريانو بينزل يسقط وروني دايما بيدخل للعمق بيفضل المكان بيفضل المكان اه روني بيقطع ليه للعمق وبيشوت يبقى يزن الاتنين اللي هيلعبوا يخلي بالهم محد الشجري وراء لويس ادريانو اه ليه لان روني بيقطع دايما في العمق ولعيف سريع ولازم اضغط على زي رفائل اللي في عملية البلد قب بتاعهم دايما جوستافو جوميز زي رفائل بينزل يرحل في يعني البلد قب كله في الحتة دي نحية الشمال طب تعالا بقى نشوف اول حلم عنه اول حلم عنه فضل اول حاجة دي ده التلاتة اللي ارتكازها هم دانييلو طريقة اللعب اربعة تلاتة تلاتة المسلس الموجود دانييلو هاده الارتكاز الدفاعي زي رفائل الارتكاز اللي نحية الشمال وفيجا الارتكاز الموجود نحية اليمين دي اول صورة بتوضح الطريقة نيجي بعد كده ليه الصورة اللي بعدها ده بقى ازاي البلد قب بتاعهم زي ما قلت لحضرتك الارتكاز الشمال اللي لازم يكون حد معاه بينزل يسقط عشان يبني الهاجمة دانييلو هو دانييلو بيسقط اولا ما بين الاتنين المساكين عشان يبني الهاجمة فبيدور على حد ما بيلاقيش زي رفائل بينزل عشان يفتح له او يلاقي مساحة في الحتة دي نكمل الصورة اللي بعدها هنلاقي زي رفائل راح فين اهو الكرة وصلت له في الجابهة دي مين اللي بينزل يسقط ادريانو ادريانو بينزل يسقط وروني ده حيعمل ايه حيقطع حيليف من ناحية من وراء يطع من وراء والتاني يسحب المدافعين معاه دي جملتهم او عملية البلداب نكررها مرة تانية زير افايل اهو المهاجم بيروح نزله اللي هو قدريان ويروح نزله يفضل مساحة في ظهره اللرون اللي دايما بيطع في الغمق اللي بعد كده ده برضو نفس الكلام حجمة تانية وحالة تانية برضو زير افايل اهو بيبقى متواجد نحية الجابهة اليسرى بينزل عشان يحضر الهاجمة في عملية البلداب كلهم بيدوروا هنا فلازم ده يتعمل معه ركابة بحيث ان انا امنع البلداب بتاعهم هعمل لهم مشاكل كتير لو انا مسكت زير افايل الصورة اللي بعدها ده بقى روني روني خطرت كلها لما نزل روني خطرت كلها في ايه في الانطلاق للعمق والتزديد على الفكرة هم مميزين او بالتزديدات من خارج منطقة الجزاء عملوا سبع محاولات في المباراة الاولى منهم خمسة من بره المنطقة دور محمد الشناء وبكرة حيبقى مهم جدا نيجي للحالة اللي بعدها دي حالة بيرو هاي الحالة اللي كان بيتكلم عليها كريم روني اللي هو بيقطع لجوه وبيشوت روني ها يعني نبص على روني اللي هو الجناح الايصر محمد هنا يعني بص لعب على ثلاث لعيبة في البطولة اه ماشاء الله حتى في الدحيل اه كان قد ميلسون جونيور ودوده وبكرة حيلعب عليه روني روني طبعا دايما بيدخل للعمق ويشوت نكمل الهجمة نكمل كمل يا سيد سامير بص روني دخل وشوت هي دي كانت هجمة في الشوت الاول ليه احنا عملينها برضو بالبيرو دخل لجوه وشوت نجيبها الصورة اللي بعدها اهي هي كانت الهجمة دي احنا كنا عملينها بالبيرو قد نفس الصورة ايه والصورة وضحت كمان ان روني هاو ده بيدخل للعمق وبيشوت وجون اخد خطوات له قدام وشالها يعني ماتيا سفينة اللي هو الباكليفت بيطير وروني دايما بيدخل للعمق خطورة روني في التزديدات من بره منطقة الجزاء وفيه الدخول للعمق بيتحول دايما لمهاجم تاني مع لويس ادريانو طيب بس بنكمل لبقية الصور عايزة اولي لحضراتكم الاماكن اللي بيشوت منها او اكثر الاماكن اللي بيشوت منها روني انه روني الحقيقة من اللاعبين المميزين في هذا الفريق كل الاماكن اللي امام حضراتكم دي بيشوت منها 24 تصويبة بيعملها روني خلال المباريات السابقة وبالتالي احنا بنقول كده ليه عشان ناخد بالنا من هذا اللاعب لكن فعون محمد هاني اذا لعب بكرا ان شاء الله هيكون له دور مهم ودور كبير جدا في ان هو يقدر يسيطر على هذا اللاعب الرائع الصورة دي حلوة جدا كمان بتبين بص حدك وشاط منين ما شاطش خالص من الجابهة اليسرى كلها في العمق كلها في العمق رغم ان هو على الورع جناح ايصر بيخش دايما للعمق وبيتحول لمهاجم تاني مع ادريانو المهاجم التاني طيب خلينا نروح للصورة اللي بعد كده الصورة اللي بعدها مين اللي بيتحرك في العمق برضه شايف اللي ده زي رفايل ولا ده زي رفايل اه بيحرك او فيجا بيحرك الكورة المين لروني اللي دايما بيطع للعمق ورا الباكرايت ده روني قصة روني اهو الصورة اللي بعدها ده برضو حاجة من التفصيلة صغيرة هتفرق بكرة جدا حاجة لازم نكون مركزين معها ماركوس روشا بيعمل الاوتو الطويل والاوتو الطويل ده برضو احنا مش بتعودين عليه كتير هل هيوقف له لعب قدامه مثلا يمنعه يوقف من مسافة قريبة بحيث ان انا يعني زي ما هو ادايقه حاجة مهمة برضو تعليمات لازم محمد الشناوي يكون اواخد باله من الحاجات دي هل هطلع هل هوقف واحد طويل على القايم القريب كل الحاجات دي برضو تفصيلة صغيرة زي دي ممكن تفرق ماركوس روشا الباكرايت مميز جدا على المستوى الهجومي تمام الصورة اللي بعدها الصورة اللي بعدها بقى نيجي لابرز نقاط الضعف عندهم هم عندهم اغلب الاهداف اللي بتيجي فيهم من كرات عرضية سواء لعبة سابتة او متحركة سواء بقى ضربة يعني اغلب الاهداف ضربات ركنية اللي بتيجي فيهم بس في الماتش الاخير واضحة او المشكلة اللي عندهم في التماركوس في الكرات العرضية كمان من اللعب المفتوه دي كورة كانت لفريق تيجريز المكسيكي اترافعت بالعرض بصوا حداك على التلاتة اللي جوة بصوا اللي وقف هناك وخالص الشمال ده وقف لو واحده وكلهم بصين على الكورة عندهم المشكلة دي كلهم بصين على الكورة والجناح الايسر اللي هو وقف هنا نحيتنا ده مفيش حد أصلا بص عليه فلو جبنا الصورة اللي بعدها هلاقي ان هو تلعبت ضربة رأس وطبعا الحارس انقذها دي احنا عملنا بالبيرو فضل بصوا حداك على التماركوس والكورة بص التماركوس كلهم وقفين بصين هناك وده وقف فاضي الوحده خالص اللي هو نحية الجابهة اليسرى والمسافة اللي هو المساك اللي كلمت حداك عليه اللي هو صغرة دفاعية واضحة اللي هو المساك اللي نحية اليمين بص المسافة ما بينه ما بين المهاجم التلاتة متر لما ترافعت الصغرة الموجودة يعني نحاول لو محمد هاني بيتقدم وبيعمل أوفر دايما نرفع في المساحة اللي ما بين المساك اليمين والباك اليمين الباك اليمين في التغطية العكسية بتاعته مش حلوة والمساك اليمين ضعيف مش قوي مش زي جوستافو جميز يعني الحتة دي مهمة لو فيه واحد هيبقى بيكمل اللي حيلعب جناح ايصر بكرة مهمته ان هو يكمل جوه المنطقة عشان في المساحة اللي ما بين المساك اليمين والباك اليمين هتفرق كتير جدا معنا في التهديف تمام بص كمل يا أستاذ سامير كمل اللعبة بص السلايد ماشي دي الصورة اهي جات برضو رفعت والحارس بقى زي ما اتكلمنا على واحد من نقاط القوة عندهم ويفرتون بسرعة رد فاعل رهيبة الحارس فعلا كل ما بيكبر كل ما خبرته بتزيد كل ما تقلقه بيزيد طبعا نيجي للصورة اللي بعدها دي برضو نفس الكلام أبرز نقطة ضعف عندهم هي الكرات العرضية صورة برضو كربونا برضو الجناح الايصر واقف وكلهم بصين على الكورة اي وسايبين الفراو ده يعني سايبين المهاجمين نفس المشكلة عشان كي بقول لها حداك الجناح الايصر عندنا لو مذاكر الحتة دي واننا هقطع في العمق دي مهمة جدا اتحول انا كراس حربة تاني مع المهاجم ان انا استغلها في ظهرهم وطبعا مع تقدم بقى الباكي اليمين والجناح اليمين لو عمل العرضية لازم اكمل جوا المنطقة نكمل يا سيد سامير بص حداك اللقطة التانية لها نفس الكلام نفس تحس ان اللعبة اصلا كربونا واحد في وسط ثلاثة وتلع خط لا تحس ان هي اللعبة كربونا الصورة اللي بعدها وهو حتى لو جت او لو عدت هتلاقي ده فاضي ده واقف فاضي على طول فدي ده يمكن ابرز نقاط ضعف عندهم اللي هي الكرات العرضية زي ما قلت لها لك المساحة اللي ما بين الباكي اليمين والزهير اليمين لو عندنا الجناح يكون صحل الحتة دي اكمل جوا المنطقة اعتقد ان احنا نقدر نستغلها ونسجل منها اهداف وطبعا التفاصيل الصغيرة في الدربات الروكنية والدربات السبت